اشتركوا في القناة والعمل في الهلال الأحمر الآن كلمة السيد يوسف المفتاح من قدامة المتطوعين لتحدث عنهم فلا يتفضل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كلمتي مثل ما قال للدكتور اللي هي واحد بين أخوانا وربعا أن يسعد لي شرف أني أول بداية أول ما التحقنا في الهلال الأحمر كنا في شقة كان أستاذنا الفاضل عبدالواحد الملوي الأمين العام وأول ما بدأنا معاهم في عمل عملات الطوعي وأول عمل يمكن اشتغلنا فيه كان إنشاء حديقة خاصة المعاقين كان معنا زميلنا الاختناصر الملوي والأخ أحمد الملوي والأخ فاروق المنصوري يعني هذين الأوائل اللي احنا اشتغلنا مع بعض في عملية الهلال الأحمر وإيش كان العمل اللي موكل لنا كان عمل مثل ما قال هو استمتاع العمل التطوع استمتاع فيما بعد طبعا العمل بدأ يتقدم شاركنا فيه يمكن لأخ عبدالله العمري بالأخ ناصر الحمادي الأخ أحمد زينل ناصر إبراهيم هلال هذين زملاء كنا فيه سن بعض وكنا نقوم في بعض في عمل نأديه من غير مقابل نأديه حب للعمل التطوعي لدرجة نحن كنا خمس أشخاص أو ستة أشخاص كانت ذكر لن نعمل اللي هو أسبوع المكافحة التدخين كنا في الشوارع الآن ساعة 12 في الليل ونحن نعلق يفط في الشوارع وأعلام في الفترة السابقة هذه كانت قبل أن يكون هناك شركات ممكن تشارك فيه وفيما بعد تم تأسيس طبعا أشبال هلال اللي هم نحن نشوفهم الآن موجودين معانا في العمل أحمد أحمد سلطان عبدالطيف يوسف صلاح رميحي مشعال صليطي الأسماء لو أعددها أنساها فيما وجود عندنا خالد عبدالله في مبارك الشامل هاي الأجيال اللي يات فيما بعد عقب ما إنشأنا أيضا من فرق الهلال في المدارس عن طريق بدأ الهلال الحمد لله يوصل طبعا هاي كله بجهد ما ننسى جهد العاملين اللي كانوا معانا في الإدارة أستاذنا حسن حسن السويدي واللي يعتذر الآن بيحكم اللي عندي علاج موجود في المستشفى بالإضافة للأخ عبدالله العبدالله الأمير العام هؤلاء اللي احنا اشتغلنا معانهم كان لهم طبعا صدع ما أقول لك في خلاف يمكن مثل ما قالت الدكتورة هاي في أوقات يكون في بين بينك وبين الإدارة وجهات نظر ولكن هاي ما نقول لخلاف هاي في وجهات النظر ولكن في النهاية نوصل لحل إن نحنا نقدر نشتغل العمل التطوعي ما يوقف لو في افتراض نحن أول أول حملة كانت لإغاثة كانت في واحد وثمانين أيام حملة حق أفغانستان قمنا فيه شغل في عمل الحملة هذه لدرجة معنى آخر شيء ملابس ما عرفنا ما نبديها كانت في السوق المركزي كنا نطلع في السوق المركزي هناك عملية فرز قبل أن يفتتاح السوق المركزي هذا الآن فيما بعد طبعا تطور العمل صار في في أكثر أكثر من عمل النقدة في طبعا أذكر في رحلة 85 في الزلزال يوم زلزال يمن في ذمار كنا طلعنا مع طيارات الشحن الأدوات اللي احنا اغلاض اللي ناخذينها أيضا اتجهنا فيها إلى زلزال يمن احنا كنا ثلاثين كنا ثلاثين موجودين في الطيارة في أخوان ثلاثين عقوبرا فوقان اللي اتحقوا فينا فيما بعد أيضا كنا مع الوفد الطبي في عملية الإغاثة طبعا ما كان كان لساد حسن سويا كنا ننظف كان هدفنا العملية عملية الإغاثة ما نستطيع نقدمها من خلال الزلزال اللي حصل في اليمن هذا كانت فترة طبعا في حملة في السودان طلعناها وصلنا للعشاش كان معي الأخ ناصر الحمادي أيضا للعشاش وصلنا لماديات كسلة هذه المناطق المناطق اللي نقدرنا نوصل لها قدرنا نقدم لهم خدمات بحيث نحن نوصل لهم معلومة نوصل لهم إغاثة نقول نحن معاكم في عملية نقدر 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 لكم أيها في نفس الوقت في السودان في الصومال في 92 كان عندنا أيضا الرحلة رحلة إغاثية استطلاعية طلنا على كينيا كان معي المهندس عبدالأمين العام عبدالله عبدالله نحن نشوف إيش مدى الاحتياجات اللي هم بحاجين الصومال إيش احتياجاتهم على ذلك الاحتياجات نقدر نقدر الاحتياجات هذه ونقدر نقدر نقدر لهم بأقرب مكان نوصل الهيال الأحمر في السابق والآن اللي هو موجود حاليا بجهود جبارة من قول من مجلس إدارة سابق إلى المجلس الإدارة الحالي بالإضافة إلى الأخوان اللي يبذلوا يمكن في الفترة السابقة كان الهيال الأحمر عليه عاطق أكبر بحكم إنه هو المؤسسة الوحيدة في الدولة اللي كانت مؤسسة اجتماعية بالإضافة اللي كان اللي هو قطر خيرية قبل كان فيها من الكفالة اليتيم كان في المسماها اللي كانت تقدم خدمات كان الهيال الأحمر ماسك خدمات اجتماعية خدمات إغاثة خدمات كثيرة وإنسا أيضا الحملة اللي تم في الفترة اللي كان نحن الانتفاضة الأولى في فلسطين هذه طبعا أيضا اشتغلنا فيها الشغل شغل جبار في عملية في الأسواق لأن دمور الأسماع اللي ذكرتكم فيه أخوان آخرين معهم مش موجودين اللي ما يحضرون الآن الحفل ولكن قدموا هو جهد مثل ما قلنا مثل ما قال الدكتور حمد هو العمل التطوعي من الذات من الداخل لدرجة نحن نذكر في فترة يوم البوسنة وصلتنا أدوية من مؤسسة حمد والطيارة موجودة في المطار ولازم هذه الشحنة تشحن طبعا نعسكر في داخل الهلال المبنى الحالي وفي نفس الوقت الشباب عملية تغليف الأدوية وتصنيف وكل حاجة وتطلع مطار مباشرة من المبنى إلى الطيارة مباشرة هذا جهد كله جهد جبار من خلال المطوعين من خلال اللي هم آمنوا بالعمل التطوعي وش هو العمل التطوعي أنا أقدر أقدم بناء العمل التطوعي هذا طبعا الأشياء اللي قاعد أتذكرها يوم كنا نحن في شقة ايش الأعمال اللي كنا أديها فيما بعد انتقلنا إلى مبنى في شارع السفارات وبعد سنة سبع سنوات أنشئ المبنى الحالي وأيضا أدينا عمل الآن اللي هو أحد يزور يزور المبنى نشوف محيطة كله مباني أصبح أنه جزء داخل ما يبان ولكن كمبنى مش باين ولكن كعمل نور كعمل الشعاع قاعد يأدي عمل يمكن المؤسسات الأخرى تجي تحت مضلتها بحكم أنه مؤسسة أهلية دولية معترف فيها كل المؤسسات ولكن كعمل هلال الأحمر نقول بالعكس العمل هلال الأحمر الذي قاعد نعمله نقول عمل موجود إنساني من داخل منبع من الذات وكلمتي هذه خفية يمكن إحقاق الحق ولكن أذكر فيها الأشياء التي كان هلال الأحمر كان يعملها والمطوعين السابقين ما عمله وإجزاكم الله خير وشكرا مع النظام